السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم بتبعنا العزاء في فيديو جديد هذا الفيديو لن نشرح برنامج أو نشارك معكم استراتيجية تسويق وإنما سوف نشارك معكم قصة نجاح ونصيحة صادقة لكل من يود أن يحقق هدفه ويتميز على الانترنت قبل ما نبدأ وندخل في صبع الموضوع أحب أن أنوه إلى مسألة جد مهمة هي أنا صراحة أفتخر وأعتز على أنك وأنك تكون عضو وأنني أنا عضو في هذه الأسرة وهذه العائلة الكبيرة التي تهتم بالتسويق الإلكتروني تهتم بأن يكون عندها بصمة على الانترنت عوض أن تكون هي البصمة لشركة لموقع لمؤسسة أو جهة معينة صراحة الإنسان يفتخر بأن يكون في عضو في هذه المجموعة الكبيرة التي يوم بعد يوم تكبر وتشارك مع بعضها البعض أفكار والآراء والتجارب النجاح صراحة أنا أفتخر كما هو واضح من العنوان سر من أسرار النجاح لكي تحقق نجاح على الانترنت فيجب عليك أن تعرف مسألة جد مهمة هذا السر هناك مجموعة من أسرار السر في هذا الفيديو وأنك يجب عليك أن تتخصص اختيار تخصص والاجتهاد به وعدم تشتوت في أكثر من تخصص في نفس الوقت هذا سر من أسرار النجاح لأنه العديد من المتتبعين يشاركون معي قصصهم وتفحص حسابتهم على فيسبوك ويشاركون معي تجاربهم وألاحظ على أنه على الأقل شخص واحد في سنة واحدة يشتغل على الريسكين اشتغل على الامازون كيندل يشتغل على ميرش بي امازون هناك من يقوم بالدروب شيبين هناك من يوروج لشوبيفاي أربع خمس مجالات في سنة واحدة وهذا خطأ فادح جدا يجب عليك ويجب عليك أن تتخصص في مجال واحد لا عيب ولا إشكال لأنك تخصص جزء مهم من حياتك ووقتك لكي تكتشيف أي المجالات تناسبك ولكن مسألة لأنك تقفز في أربع خمس مجالات في سنة واحدة سنتين فهذا خطأ فادح لا يوجد شخص على الأنترنت اليوم ناجح وتجده يشتغل في ست سبع مجالات هناك تخصص نعم تتخصص في مجال معين ومن بعدها لما تتقن هذا المجال وتحترف فيه وتنجح فيه بعدها تقفز ولكن أغلب الناس من هم ناجحين اليوم تجد على أنهم تخصصوا في مجال معين وتميزهم هذا السر من أسرار نجاح أود وحببت أن أشاركه معكم وأعطيكم أبسط مثال اليوم وهو الدكتور فرفر عندما نتكلم عن الدكتور فرفر فأول شيء يجي على بالك أنه يقوم بالتكريك البرامج يقوم باختراق المواقع والسيرفيرات يقوم بمهام الأمن الصيبراني دعني عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهداء نشارك معك معلومة مؤكدة ومنثوقة عن الدكتور فرفر منذ سنة 2000 والدكتور فرفر يدعو الناس لتعلم البرمجة لماذا؟ لأنها هي لغة المستقبل ظل يكرر هذه المسألة طيلة العشر سنوات والآن هناك العشرات من الناس سمعوا بكلام دكتور فرفر منهم من يعمل كمهندس أمن صيبراني بالمركز الوطني لاستعداد طوارئ الحاسبات والشبكات سيرت إيجيبت هناك من يعمل كمهندس أمن صيبراني بشركة ألمانية وأمريكية وكندية كل هؤلاء الناس كانوا على اتصال مع الدكتور فرفر الدكتور فرفر كان أحد مؤسسي فريق هاكر مصري كان الفريق يضم أكثر وقرابة 300 شخص سنة 2012 أخذ دكتور فرفر أكثر من ثلاث سنوات وهو يفكر بطريقة يوفي بها المجتمع العربي طريقة يمكن القول على أنها قوية حتى سماء 2016 عن برامج تسويق الإلكتروني لنغمس لمدة سنة كاملة عام كامل يبحث في المحتوى العربي والمحتوى الأجنبي وإذ يكتشي بأن المحتوى العربي يعتمد اعتماداً كلياً على برنامج واحد من شركة تسويق مصرية والأكيد والأغلب أنكم تعرفون اسم هذه الشركة قرارت سنة 2017 يفتح موقع موقع دكتور فرفر لارتقاء بالمحتوى العربي في مجال التسويق الإلكتروني وكأي شخص عربي ومسلم يطمح للرقي وإفادة إخوانه تعرض دكتور فرفر لهجمة على يد ما في التسويق الإلكتروني بالعالم العربي تم نشر العديد من الشائعات العديد من الأكاذيب أن الدكتور فرفر يقوم بتلغيم المرامج الدكتور فرفر يقوم بتلغيم الحواسيب لديه برمجية خبيطة يقوم بتعديل العملة الرقمية بل أكثر من ذلك هناك من عين نفسه كوكيل حصرين ببرامج دكتور فرفر يعني يقوم الشخص بتحميل برامج من موقع دكتور فرفر ويبيعوها للناس لأنه وكيل معتمن اليوم الحمد لله موقع دكتور فرفر يعد من أبرز المواقع الرائدة في الوب العربي وحتى الوب الأجنبي التي توفر برامج التسويق الإلكتروني بالمجان موقع دكتور فرفر رسم المشوار من أول خطوة في أول سنتين تم كسر حاجز مئة ألف مستخدم في كل دول العالم لبرامج التسويق الإلكتروني التي موفرة وتتاح وهي متاحة على موقع دكتور فرفر منهم أكثر من 15 ألف شخص فقط في مصر إليك أن تتخيل عزيزي المشاهد على أن عدد المسويقين بالعالم العربي كانوا قرابة 500 شخص سنة 2016 اليوم نحن نتكلم عن قرابة نصف مليون مسويق بتاريخ غشة 2021 35 ألف منهم في جمهورية مصر العربية حاليا المغرب يعد تاني دولة تستخدم برامج دكتور فرفر يمكن القول على أن الدكتور فرفر هو يعد الأب الروحي لبرامج التسويق الإلكتروني بالعالم العربي كخونا صليكي لنطلع عليكم جميع الأدوات والأفكار والبرامج التي تتاح وهي متاحة بالمجان على موقع دكتور فرفر فهي ليست إلا لمساعدتك على توفير الجهد تقليل الأعمال استثمار الوقت لكن لا علاقة لها لكسب المال مسألة أنك تحقق ربح فهي مرتبطة في تفننك وإتقالك لهذه البرامج وكيف تستخدامك لها التحدي هنا والمشكلة هو أن هناك بعض الناس لأسف يستخدمون البرامج سواء البرامج دكتور فرفر أو المنصات التسويق الإلكتروني ويفشلون في تحقيق ربح مادي في الأسبوع الأول وفي شهر الأول وبالتالي يتركون المجال وهذا خطأ فديح يجب عليك أن تركز وتخصص جزء مهم من الوقت الخاص بك لإتقان وتعلم استخدام هذه البرامج وهذه البرامج فهي متاحة على موقع دكتور فرفر بالمجان يمكنك استخدامها ليلة نهار وإن كنتك مبتدئ لو لا توفر هذه البرامج بالمجان على موقع دكتور فرفر فأنا على يقين أنك لن تستخدم هذه البرامج لأنها مرامج مدفوعة ما إن تعرف ثمنها وتكلفتها وإلا سوف تترك المجال وحتى توفرت وعطرت على نسخة بالمجان فستجد عديد من المشاكل في التحميل عديد من المشاكل في الفيروسات وإلى ما غير ذلك كنصيحة إذا أردت النجاح في هذا المجال عليك التفكير بالحلول تفكير في الحلول وليس المشاكل لأن المشاكل ستواجهك بالبرامج أو بدونها ستواجهك إذا قمت بتحقيق ربح أو لا وأهم منصحة أود أن أشاركها معك إذا أردت أن تتعلم التسويق الإلكتروني فيجب عليك أن تذهب إلى يوتيوب وتكتب تحميل دكتور دوت فرفر وسوف تظهر لك العديد من الشروحات حول التحميل من موقع دكتور فرفر قم بمشاهدة الفيديو لكي تكتشف طريقة تحميل بعدها تذهب إلى جوجل وقم بكتابة دكتور دوت فرفر جيفيويس وفيظهر لك الموقع قم بتحميل أي برنامج تود الاشتغال عليه سوف تقوم بتسطيبه ومشاهدة الشروحات وسوف تشتغل معك هذه البرامج بكل سلاسة بكل بساطة هذا كان الفيديو اليوم قمت بتصوير العديد من الشروحات العديد من الفيديوهات إن شاء الله سوف أشاركوها معكم في الأيام المقبلة إذلك أنقروا على سبسكرايب وجهزوا أنفسكم لكي نكتسح الويب العراضي مع بعضنا البعض دمتم في رعايت الله وحفظي ونلتقي في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله